السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة عمر للتقنية فيديو اليوم سيكون عن طريق التغيير واجهة برامج أوفيس بشكل عام وورد، أكسل، أكسز، باوربوينت وأوتلوك وغيره من برامج حزمة أوفيس من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية بطريقة مبسطة وسهلة تابعوا معنا أهلا بكم الطريقة سهلة وبسيطة نتوجه أولا إلى أي برنامج من برامج أوفيس سواء وورد أو أكسل أو باوربوينت أو غيره نفتح البرنامج بهذا الشكل ثم نذهب إلى Options أو خيارات باللغة العربية ثم نذهب إلى Language أو لغات باللغة العربية والآن كما ترون هذه نافذة اللغة أو نافذة اللغات في أوفيس بداية يجب أن أنبه إلى أن هذه النافذة تكون مختلفة في الشكل في أوفيس 2010 و2013 و2016 وعندي الآن 2019 الشكل مختلف نوعا ما بتغييرات بسيطة لكن المضمون واحد والكتابات واحدة تقريبا الطريقة واحدة طبعا في كل الإصدارات وهنا عندنا في الأعلى Office Display Language وهي لغة العرض في أوفيس وفي الأسفل عندنا لغة الكتابة في أوفيس ما يهمنا هو لغة العرض في أوفيس كما ترون عندي هنا اللغات المثبتة وهي اللغة الإنجليزية واللغة العربية إذا كانت اللغة العربية أو أي لغة عندك مثبتة بهذا الشكل ما عليك إلا رفعها إلى الأعلى تضغط على Move Up فترتفع اللغة وتكون هي اللغة الافتراضية وتضغط على OK ثم تغلق البرنامج وتعيد تشغيله ويتم الأمر أما إذا كانت اللغة العربية أو أي لغة عندك غير منزلة وغير مثبتة فالأمر بسيط تتجه إلى Install Additional Display Language from Office.com أو تثبيت لغات العرض الإضافية من موقع Office.com نضغط عليها بهذا الشكل هنا تخرج لنا مجموعة من اللغات نختار اللغة التي نريدها بإمكانكم أن تختاروا اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أنا سأنزل أو سأختار اللغة التركية باعتبار اللغة العربية مثبتة عندي بإمكانكم بنفس الطريقة تماما تنزيل أي لغة لغة العربية أو غيرها نقول له Install وكما ترون نقلنا إلى الموقع الرسمي لأوفيس ننتظر قليلا وهنا عندنا التنزيل نضغط على تنزيل وبدأ التحميل كما ترون نغلق الموقع بإمكاننا الآن إغلاق أوفيس وننتظر حتى يتم تحميل حزمة اللغة التي نريدها والآن بعد أن تم تنزيل ملف حزمة اللغات التي نريدها نذهب إليه ونضغط كليك يمين ثم تشغيل كمسؤول ننضغط قليلا الآن سيبدأ أو ستبدأ اللغة بالتنزيل والتثبيت بشكل أوتوماتيكي لا نحتاج إلى أن نفعل شيئا سوى الصبر والانتظار كما ترون هنا عندنا عيقونة تعمل في الخلفية ويتم الآن التنزيل والتثبيت بنفس الوقت فقط ننتظر ليس علينا فعل أي شيء الأمر يطول أو يقصر حسب نوع أو جودة الإنترنت الذي عندك الآن أنا سأقدم وأسرع هذا المقطع حتى لا أطيل عليكم وعندما ينتهي أعود إليكم إن شاء الله والآن كما ترون تم تنزيل وتثبيت اللغة بنجاح نغلق النافذة ونعود إلى برنامج أوفيس مرة أخرى الآن نفتح برنامج Word نذهب إلى Options مرة أخرى ثم نذهب إلى Language ومن هنا تظهر لنا اللغات المثبتة كما رأيتم أنا ثبت اللغة التركية بإمكانكم أن تختاروا اللغة العربية مثلا لتكون اللغة الافتراضية للبرنامج نقول له Move Up أو تحليك إلى الأعلى ثم نضغط على OK يطلب مننا إعادة تشغيل البرنامج نغلق البرنامج بهذا الشكل ثم نفتح البرنامج مرة أخرى وكما ترون أصبح باللغة العربية الواجهة تماما باللغة العربية نغلق برنامج Word وندخل إلى Excel كي نجرب أيضا وكما رأيتم هو باللغة العربية أيضا وهنا عندنا PowerPoint أيضا نجرب PowerPoint مرة أخرى وهو باللغة العربية أيضا ومن هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم كان معكم عمر من قناة عمر للتقنية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة إن أعجبتكم ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته